اطار وطني عزيز عمي كيف كانت مدرية الموباة كيف كانت تباليك انت كيف كانت تبالي كل شي كيف كانت تبالي كل شي ولكن انت يقولك لما سجلتش ما كيمكنش يعني الخصم كيف كانت توتشو كما كيقولو لانا كون شجلنا هدف كان انتهت المقابلة ربما نزيدو هدف اخرى ولكن ما حدك ما سجلتش ولو انك ربما مسيطر يعني الاستحواذ على الكورا انت هو المستحواذ اكتر وكتوصل عند الخصم اكتر من مرة وكان بإمكاننا نسجله ولكن ديما كيبقى الخصم انه دائما طامعي سجل ما حدو بقي من التعادل وهد المسألة هدي كنظن بان نحن احنا محتاجين النقاط ما محتاجينش اللعب في انتي ولا اللعب حقيقة ولي وصلك للشبكة ما بعض الاخترات خاصك تنتصر يعني ببتيقة دي اللاعبين بتيقة في النفس ربما كانت شوية ديالتيقة بدات كتت يسترجعوها اللعبة بالطريقة اللي لعبوا بها كتبين على انهم تيقن في نفسهم ولكن في المعتارك ما زال التقيقة ما كاناش باش يشجلوه باش يخلقوا فرصة ديالتشجيل وهد شي خصو وقت وحنا ما عندناش الوقت هذا اول لو خا بقية 23 مقابلة يعني النفسية كتتهتز الى بديدة كتنهزم ولو تقوم مقابلة جيدا سي عزيز المباراة دياليوم فيش تيب انه فيها واحد تحول باش نتيجة فرق تيها الترجع لاشكال تاني وش تيب بأمام عبية الملات كتن مناسبة بالنسبة للفارق حقيقة ما ماشي مناسبة لنحن ولو شتي الفارق ديالنا ستحول على الكرة والتمريرات وخلق فرص ولكن كيبقى دائما اننا نحن التدريب ديالنا كلها في الارتيفيسيال والارتيفيسيال كتعرف ناشف همتي ولا لا الكرة ما كتتمشيش هنا لوجو تيولي رابيد رغم على نفسك همتي ولا لا كيولي انجو رابيد وخانتا ما بغيش وهذا المسألة هذي اللي قلتي انه صعيب علينا احنا ولكن تتعطان جاء كنتون مولفين عليهم مولفين كيلعبو في هاد في هاد العشب انه يكون مبلل ويكون بسرعة وقدين نحاولو نشوفو لوساتور هي احسن احسن انتداب هو لوساتور ما تجيبش ربعة كيلعبو في مكان واحد كتر من اللي تشوف لوساتور الحمد لله الحارس مزيان كخص واحد في قلب الدفاع وسط ميدان في هجومي ومهاجم في الجهة اليمينة ولا اللي صراها دول يعني لو بغتي تقول لوساتور ولا لقولون فرتبرال دي الفرقة هي اللي خصت تكون قوية قد ما كانت قوية يعني اللاعبين الاخرين كلهم تيكونوا غي تابعين وهذه هي اللي خصنا احنا نشوفوها الان ترجمة نانسي قنقر